كانت أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين قد انتلقت بناء على طلب الأردن ويخصص الاجتماع لبحث الرد العربي المشترك على قوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدمت ناسة الإسرائيلية على إقرارها والتي تحذر أنشطة وكالة الأم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللادئين الفلسطينيين الأنروى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتناقش الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية الخطوات اللازمة لاتخاذ موقف عربي موحد رافض لهذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية الباطلة وحشد دعم دولي للتصدي لها وإبطالها